داعش حتى النقاش في برامج الحوار على الفضائيات العالمية والعربية بحصده لأرواح الأبرياء في محاولة من أعداء الإنسانية والدين الإسلامية تلطيخ سمعة الإسلام استطاع أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي أن يتصدر عنوين صحف العالمية بشخصيته المثيرة لجدل في حياته وميزته بالدفاع عن الحرية الدينية والعدالة العرقية فمحمد علي كلاي حاول جاهدا طوال حياته إعطاء الصورة الحقيقية عن سماحة الإسلام اليوم وبعد أيام فقط من الودع الأسطوري الذي خصصه العالم لمحمد علي الذي أضحى رمزا إسلاميا ومثالا عن الإسلام السماحة تسعى هذه الجماعة المتطرفة والتي تتنافس في القيام بأكبر عدد ممكن من الأعمال الإرهابية باسم الدين لتشويه سمعة المسلمين خدمة لمصالح كارهية الإسلامية والتي تحصد في كل مرة ضحايا من المسلمين فالأعمال الإرهابية لا يقرها الإسلام وتتنافى مع قيمه التي جاءت رحمة للعالمين